نقش محافظ محافظة سقطرة المهندس رافة الثقل مع نائب وزير التعليم الفني وتدريب المهني الدكتور عبد الرب المحولي الجهود والتعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية لتنفيذ مشروع كليات المجتمع مع تجهيزاتها بدعم كويتي وصار ضلقات تصاميم والمواصفات الدولية للمشروع الذي يتكون من عدة مباني دراسية وسكنية وإدارية ومطعم وجامع وملحقات أخرى تضيف للمشروع قيمة علمية مهمة وأكد محافظة سقطرة أن المشروع يمثل مكسبا علميا كبيرا للمحافظة ويفتح وفاقا علمية في الجوانب الفنية والمهنية ويعزز السوق العمل بكوادر مؤهلة من جانبها أوضح المحولي أن المشروع يشكل فرصة ثمينة لما تتضمنه الكلية من مواصفات دولية تجعل من مخرجاتها عالية في الجوانب الفنية والمهنية وتتيح فرص عمل مناسبة لخريجيها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكان وكيل قطاع التخطيط والمشاريع بالوزارة منسق مشاريع الصندوق الكويتي للتنبية الاقتصادية العربية الدكتور نجيب الصلوي قد قدم شرحا تفصيليا عن المشروع والخطوات التجهيزية التي تمت وتصاميم والخرائط الخاصة بمشروع الكلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة